عقد وزير الخارجية سامح شكر اجتماعا ثنائيا مع وزير خارجية بيلاروسيا سيرجي ألينك وذلك على هامش اجتماعات قمة دول عدم للحياز التي تستضيفها العاصمة الأغندية كامبالا وخلال اللقاء أشاد الوزير شكري بواتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين على أعلى المستويات وتناول اللقاء سبل تعميق أوجه التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك كما توافقا حول دراسة تدشين خطوط الطيران المباشر بين البلدين كما استعرض شكري تطورات الأوضاع في قطاع غزة فضلا عن الدور الحيوي الذي تقوم به مصر في إطار مساعيها الحتيتة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى القطع فضلا عن الجهود الدؤوبة التي تطلع بها القاهرة لوقف إطلاق النار